فرجعنا تاني يا شباب عشان بس نظبط الارقام مع بعض عشان اتكلمنا كتير كل الف متفرج حيسفروا من القاهرة حيتكلفوا 15 مليون جنيه يدعم النادي الاهلي كل الف ب3 مليون جنيه لو هنصفر بقى احسبوا هنتوا لو هنصفر الفين بنضعف الرقم حيبقى 30 مليون لو عايزين توصلوا ل5000 حيبقى 75 مليون عشى 350 مليون هل دي ارقام يا جماعة كبيرة جدا يعني عشان بس ايه نبقى لخصنا الموضوع ورغم هذا يا رب نشوف هذا العدد ويبقى فيه ناس بيجوا من خارج مصر واللي يجي من جوه مصر يلقى الدعم اللي نقدر عليه واللي عايز يدعم نروح يدعم خزينة النادي عشان تزود الدعم بتاعها بس بالموضوع ببساطة جدا من غير ما نخش فرغي كتير لان مش هي دي قضيتنا الاساسية مش عادي تبقى قضيتنا الاساسية سفر جميل ولما سفرتش تبقى مسكين في خلق بعض اهم حاجة تاني انلقى معاملة عادلة شفافة فير بلاي تحكيم عادل وعزيمة الرجال استاذ ابراهيم ده كلام مهم جدا ونشوف ضربة البداية مع مقالي ومقاله صحيح ايش معنى يا كابتن كابتن جمال عبد الحميد طلع مبارح مع الزميل ابراهيم فايق وكرر كلام في حدة العدالة كل شوية الناس تتكلم بس اهلا وعدالة بس اهلا وعدالة لكن كمان راح اشار له نقطتين نقطة ان السوشيال ميديا ما تاخدش عليها ثم اشمعنا الاهلي او اشمعنا المنافس كما يحلو له ان يسميه نشوف الكابتن جمال ونرد انا ما ماخدش بالسوشيال ميديا كل الكلام دوت ما يهمناش بأي حاجة ولا من الحاجة الرسمي هي اللي يهمنها انا استفدت من الادارة ان اي ورقة مذكرة او اي حاجة فاكسة او اي حاجة رسمي تجيلك من المسؤول انا اخد بيها اي حاجة تتقال السوشيال ميديا بنوع نتحك بنتحك انا بنتحك اللي انا حايز اقوله بس مهم جدا جدا ان ليه احنا دايما كل سنة يقولك ده هيمضي في النادي المنافس وده هيمضي في النادي المنافس وده هنصفره برا عشان يرجع النادي المنافس مش معنى احنا مش معنى احنا ما بنقولش ان احنا بناخد بالنادي المنافس الا اللي خلص عقده كل واحد دلوقتي عندنا في نات زمالك من السنة اللي فاتت بسفره حتة وبجيبه تطلع اشاء ان هو هيمضي عندنا احنا هنجيبه احنا بنشره مش معنى احنا بتاخد مننا اللعيبة مش معنى العقود ما بيجيش على اللي بلعيبتنا مش معنى يعني استفسار عجيب جدا والله يا كابتن جمالت بعد موفقتك انك ما تاخدش بكلام السوشيال ميديا استغربت انك خدت بكلام السوشيال ميديا في دي يعني روحت مكامل جملة اشمعنا العقود ازدى مالك اللي بيجي العروض طب انت جايلك حاجات رسمي اشمعنا بيتقل على فلان وعلان اشمعنا المنافس ما بيتقل عليه كذا اشمعنا بقى ما تاخدش بكلام السوشيال ميديا خليك في الرسمي وانا موفق على كده على فكرة لكن مسألة تحقيق العدالة واتكلم فيها برضو لان فيه ناس كتير اتكلمت في الموضوع ده اتكلمت في دي بس انا عايز اقول لكابتن جمال الحق يراد به باطل كابتن جمال يعني رقم واحد اشمعنا الاهلي او المنافس بيفوض لعبتي فبراهيم فاي قال له قال له لا انت بتقول بن شارقي احنا لما فوضنا عبدالله سعيد كان عقده انتهى طب ما هو بن شارقي عقده انتهى ومع هذا الاهلي مفوضوش وبعدين انت بتقول انا ماخدش اللي بجواب رسمي تب ما ماخدش اللي بجواب رسمي بجالك جواب رسمي يعني فكرة ابتدى الحديث بمناسبة ها يعني هو اتكلم في ثوابت وهو اول واحد خليفها اول واحد مقضى سوشال ميديا كلام فارغ ما تاخدش به خد به انا باعتمد على الكلام الرسمي لما يجيني ورق رسمي هو ده اللي انا اعترف به وما جانوش ورق رسمي لكنه اعترف به وفضل يعدد الاهلي بيفاوض او المنافس المنافس بيفاوض كل لعبتي اللي هم مين بقى واللي هو فين طب ما هو بيصفرهم بره عشان يجيبهم اللي هم مين هيقول كهربا طب وكهربا الراجل سافر وراح لبرتغال وبعضمة لسانه بعد كده بره قالك ما كنتش ترتيبة كده خالص والله لم يعقل الاهلي مدحش رفا هذا الموضوع خالص ومع هذا طب ما هو انت الزمالك قبل كده احمد مجدي لعب النادي الاهلي يسافر اليوناني يروح الزمالك يجيبه محدش قال ساعتها اشمعنا ولا وكابتن حسام وكابتن ابراهيم وهم على الفري بوت في تركيا تعالوا تعالوا ناخدكو يعني اخد بنده كتير ما احناش بنفتح كشف الحساب لكن انا بس على المنطق لانه كابتن جمال واه بيتكلم الرجل بيقولك اشمعنا في رقتي انا عندي احسن لعيبة واشمعنا لعبتي اللي بيجي لها عروض عشان احسن لعيبة خلصت ميطبتن بتقول مش هاتي بتقول له احسن لعيبة وبعدين تحصل نتيجة زي اي نتيجة مباراة فاتت يطلع الكلام من ندي لعيبة مش عارف ايه ولا عيبة مش عارف ايه ما تعرفش تمسك الناس من ناسكة معايانة خار لان برضو كابتن شادي ومش عارف مين تاني طلع عليك الباسكتبول بالمدرب بتاع الزمالك جابه اهو دي الجنم برضو بصوا بعد انه مفيش منطق خالص اوجستي بوش بتاع الباسكت عقده خلص والرجل سافر بلدهم الاهل اتعرض عليه ثلاث اربع اسماء من المدربين اللي عايز يجيبهم كان ده منهم تم التزكياته لانه عنده خلفية عن المصر لقوا مدرب كويس مدرب كويس جابه هو الاهل خده من الزمالك يا عم عقده خلص وسافر زي باترس كارتيرون طب ما انت في نفس الموسم جيبت كارتيرون اللي كان مشي من الاهلي اللي للمك ولا حزبك انت بتلوم هنا ما بتقودش بالك من انت بتعمل نفس الحكاية انت صحف كارتيرون والاهلي صحف اوجستي مدرب عقده خلص ومشي زي اي لعب